أطلقت مؤسسة حياة كريمة خامس جلسات الحوار المجتمعي لكافة فئات المواطنين في قراري بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية يأتي ذلك ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية قد بدأتها المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي واستعداداً لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة أقيمت الجلسة الحوارية بقرية أبو خليفة تابعاً لمركز ومدينة القنطرة غرب والذي سوف يتم بدء العمل فيها قريباً ضمن مراكز المرحلة الثانية من المبادرة ما حدث في الأمطرة الشرق من بنية تحتية ومن مجمعات خدمية ومن شبكة كهرباء ومن جميع المبادرات الرئاسية التي تمت على أرض الواقع في المرحلة الأولى عشان نقول أن المرحلة الأولى تمت حتى الآن بنسبة إنجاز تعدد 95% جايين النهاردة نسمع أهلينة إن شاء الله عشان هتبدأ المرحلة الثانية داخل مركز ومدينة القنطرة غرب جايين نشوف مشاكل أهلينة في هذه القرية طبقاً لتوجيهات تعليمات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي نحن نكون وسط أهلنا ده الحوار المجتمع الخامس التي تقيمه حياة كريمة جايين عشان نسمع جايين عشان نشوف مشاكل الناس عشان يتم عرض هذه المشاكل على الكهات السياسية واللي هيشوفوه صح في المرحلة التانية هيتم إدراجه لأن صوت أهلينة أهلينة قبل كده كان بقولوا صوتنا ما بيوصل شيء لأ صوتكو بيوصل لمؤسسة الرئاسة النهاردة حياة كريمة جاية تسمع مشاكلكو جاية تشوف المشاكل وتحطها في الاعتبار